وصلت وزارة الداخلية حمالتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 674 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 967 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 145 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 738 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الجذائية فقد تم ضبط 85 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 912 قضية من بينها 206 قضايا خبز ناقص الوزن و226 قضية خبز غير مطابق للمؤسفات